التالي أهلا بكم حلم كبير ومجد تاريخي سبقه إنجازان صنعهما أبطال بات من الواجب علينا ونحن في هذه اللحظات التاريخية إعادة التذكير بهم منتخب مصر جيل عام 34 المنتخب اللي صنع المجد الأول تهالت مصر وقتها كأول منتخب عربي للمنديال بعد فوزها على فلسطين 11 هدف مقابل هدفين في مجموع المبارتين المدير الفني الفرعنة وقتها كان الإسكتلندي جيمس ماكري تكونت التشكيل الأساسية وقتها من مصطفى كامل منصور في حراسة المرمى كان في الدفاع علي كاف حميد وشارلي حسن الفار وكان معاهم حسن رجب أما خط الوسط فكان بيتكون من حسن السويفي محمد لطيف حافظ كاسب مصطفى طه بينما تكون هجوم مصر وقتها من محمود مختار التتش وأيضا سيد مرأي ربما لم يرى أغلب المصريين وقتها تآهل جيل 34 للمنديال لكن بالتأكيد من منعاصر منتخب 89 صانع المجد التاني وقتها تآهل منتخب مصر المنديال بعد فوز تاريخي على الجزائر في الدور الحاسم بنتيجة هدف مقابل لشيء في مجموع المبارتين برأس العميد حسام حسن الذهبية الجنرال محمود الجهري قائد كتيبة أو قادة كتيبة الفرعنة وقتها من على مقعد المدير الفني بينما تكونت كتيبة الأبطال من أحمد شبير في حراسة المرمى أمامه كان موجود إبراهيم حسن هشام يكن هاني رمزي وكان معاهم ربيع يسين خط الوسط تكون من مجدي عبدالغني أحمد الكاس أحمد رمزي هشام عبد الرسول وجمال عبد الحميد في حين مثل حسام حسن هجوم منتخب الجنرال وقتها ترجمة نانسي قنقر